الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أحبائي في الله لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن حلقة النهاردة يا أحبا في الله تتناول عنوان هو عنوان استمديته من حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هو بوابة الأمل لكل مريض وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله من داء إلا وله دواء علمه من علمه وجاهله من جاهله فموضوع حلقة اليوم هي لكل داء دواء بقول هذه الكلمة لأن كتير من الناس أحيانا يظنوا أن الأمراض معضلة معضلة يعني أو بعض الناس يقولوا معجزة أي أن الإنسان يعجز عن التداوي من هذه الأمراض يقول أنها أمراض صعبة العلاج أمراض ميقوس من شفاءها كل هذه المسميات هي غير موجودة عن لدينا لأننا نؤمن أن الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى واللي بيده ملكوت السمات والأرض وبيده مقاليد السمات والأرض وبيده كل كل شيء هو بيد الله عز وجل فسبحانه لا يعجزه شيء ولكن نقول لكل داء دواء يعني ما ينفعش واحد بيشتكي من أسنانه يقوم يعالج صعبع رجله أو واحد يكون عنده مشكلة في عينه فيأطر الأطرة في ودنه أو واحد يكون مشكلة عنده في تسقط الشعر الرأس ويبدأ يهتم الضوافره ويهمل الشعر بنقول ليه نوجه لكل داء دواء أي أن لكل مرض ما يقابله من الأدوية المناسبة لي وهنا اختيار الدواء المناسب حسب التشخيص وبقول هذه الكلمات لأن كتير الآن من الإخوة والأخوات ويمكن على الفضائيات وأحيانا يحطوا بعض تجدوا في الشريط كده الشيخ فلان للعلاجة الأمراض المعضلة لا بد أن احنا نحذر أن احنا كمسلمين لا بد أن نحذر من هؤلاء ما حدش يزعل مننا يعني نقول الشيخ والله عملك كشيخ كداعية كمربي عمل كبير جدا لا ينقص شيء يعني مش قول عمل الدكتور أحسن من عمل الشيخ لا بالعكس أو نقول مثلا واحد تاني يقولك أصلنا باحث في أبحاث العلاجات بالأعشاب نقوله باحث طب أنت مؤهلك ايه فيسكت كده يقولك أنا باحث يعني أخي أنت مؤهلك ايه فبعد شوية تعرف أنه هو يعني الرجل حاصل على دبلوم صناعة تبريد وتكيف فنقوله إحنا محتاجينك جدا في تصليح التكيف المتعطل والتلاجة اللي مش شغالة ولكن أن أنت تصل إلى هذا وتقول أنا باحث في الأعشاب نقول لا لأن الله سبحانه وتعالى اختص كل واحد بعمل ويمكن التقنين بالإجازة هو ده دينا يعني إحنا أول دين يجيز للطبيب الطب ويجيز للمهندس الهندسة ويجيز للبائع البيع هو كان دين الإسلام قبل ما العالم العالم كان يعيش في ظلام ولكن عندما جاء الإجازات يعني امتدت واتسعت الدولة الإسلامية في عهد سيدنا عمر بن الخطاب أصبح هناك من يجيز الصناع يعني يجيبه واحد نحاس اللي بيعمل أواني النحاسية يقول له هناك فيه شيخ النحاسين هو اللي هيجيزك في هذا والنجار ما يجيش واحد يقول أنا نجار من نفسي لا حتى في مهنة النجارة كان لازم واحد هيمارس المهنة في بلد ما في قرية ما يروح لشيخ الصنعة يقول له هل تأذن لي يقول له أمتحنك إزاي تقدر تعمل كرسي إزاي تقدر تعمل منضضة إزاي تعمل سرير وإذا أجاذوا قال له أقر قال لا فلان ده مجاز من شيخ الصنعة طب إحنا مع تطور الدولة أو اتساع الأمة وبقى فيه ملايين من البشر كان لازم أن يكون فيه من يجيز لأصحاب المهن والصنعات الألة وهي أن نقول الوزارات المعنية والمحتاصة يعني الطبيب يبقى تابع وزارة صحة أو يكون حاصل على بكالوريوس من كلية الطب أو كلية العلاج الطبيعي أو كلية الصيدلة أو كلية طب الأسنان ما ينفعش واحد يقول إيه نرجع تاني للوراء واحد يقول لك أنا هعالج السنان يرجع زي حلاء الصحاب تعزمان نعم كنا محتاجين له في وقت معين وقت كان عدد الأطباء قليل جدا وعدد الكليات قليلة الآن الحمد لله بفضل من الله كل البقاع والنجوع يوجد فيها الأطباء من مختلف التخصصات فلذلك نحن نقول ما جعل الله من ده إلا وله دواء لابد أن يكون مجاز هذا الطبيب الذي يصف الدواء وكلمة الإجازة يعني نقول بمفهوم العصر معه ترخيص مزولة مهنة يعني نفعش واحد يقول لك أنت معك تقول له معك ترخيص مزولة مهنة يا راجل مهنة إيه إحنا بس إيه بعالج بعالج السرطان طبعا أنت تعرف أنواع السرطان تلاقيه معلوماته محدودة وإن قرأ نقول هي قراءة نقصة ليه لأن العلم بيتبني يعني نقول من أسفل لأعلى يعني يتبني الأول بعلوم نسميها علوم أساسية لازم يدرس الأول علم التشريح الموظائف الأعضاء المكيمية الحيوية الفيزياء الحيوية يبدأ ويبدأ يتضرك في العلم تدريك وكأننا نبني بناء لغاية ما يوصل الدكتور في آخر سنة يقول له لا أنت نفعش تتخرج حتى تمر على سنة تسمى سنة الامتياز يعني امتياز اسمها سنة التدريب العمل ينزل يعني بمفهوم الصناع يقصاب يصاب يعني يقف جنب الدكتور اللي بيشتغل يشوف بيتعلم إيه بيعمل إيه الدكتور بيكتب إيه بيفحص إزاي يكتازي السنة العملية وكتير من الدكاترة ما حدش يزعل مننا احنا بنخليه عيد شهر واتنين في العمل يعني ما بيعدش السنة الاثناشر شهر أحياناً يقضى 14 شهر أحياناً الخمستاشر لأن المهنة ما يجي تخرج منها بنقول الغلطة فيها بتؤدي ممكن بعضو وتؤدي بحياة مريض تؤدي بيعاها مستديمة فلذلك بنحرس كل الحرص وبنقول دي هي هم كل أستاذ جامعي وهو يمضي على شهادة الطالب أنه يقول أنا بأجيز هذا الطالب بأنه هيروح يشتغل هيمسك مريض ممكن يعالج أمي يعالج والدي يعالج أختي يعالج أخوية هذا الطبيب لابد أن يكون مجاز ومعاه ترخيص من زولة المهنة بنقول ما جعل الله من داء إلا وله دواء نعم لكل داء دواء ولكن من يصف الدواء لابد أن يكون مؤهل حاصل على إجازة بالمفهوم القديم وحاصل على ترخيص من زولة مهنة بالمفهوم الحديث وزا ما اتفقنا في البداية يعني أنت صديقي والحق صديقي فإن اختلفنا فالحق صديق ما تزعلش مني ما تزعلش مني في أخوات بدلات اليوم زعلانين تقولك إحنا بنعالج وبنعمل كذا وإحنا نقول ما حدش يزعل وفيه إخوة يقولني لا بس أنا أنت يعني شدت علينا في الحلقة يا دكتور أمير أقول يعلم الله إن بقول هذه الكلمات بقلب محب بحب المريض بحب المعالج ولكن بقول لكل واحد خليك في صناعتك اللي ربنا اخترها لك وقعت في تكري أن أنت اللي اخترت تبقى يعني الجار أو سباك أو فن تكييف أو مصور ورا الكاميرا ولا مخرج دلوقتي لا كل واحد مننا ربنا اختر له هذا بجهد بسيط مننا ولكن الله هو الذي وفق وهيئ وأعان علشان نمارس هذه المهنة لأن كله ميسر لما خلق لا في جزئية مهمة جدا وممكن دي كتير من الناس بدأوا يسألوني فيها هذه الأيام بيقولوا دكتور أمير الحجامة وعندما تقول الحجامة يعني نذكر هو يعني سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلم والعالم بينادي بيه أبحث علمية لكن السؤال اللي كان بيلح نفسه علينا في هذه الأيام هو المدة بين كل مرة ومرة في الحجامة الدين كتير من الإخوة الأخوات دلوقتي يقول للمريض أنت تعمل حجامة كل أسبوع كل عشر تيام كل أسبوعين طب كل شهر طب إيه الحق فيه يعني يما نيجي نقول هل هي المسألة بالقراء يعني ما وردش فيها شيء ولا المسألة مطروكة كده على عمومها يعني اللي عايز يعمل حجامة كل يوم يعمل اللي عايز يعمل كل يومين يعمل اللي عايز كل أسبوع لا المسألة نقول تم تقنينها وما نقول تم تقنينها لأن فيه أبحاث أجريت أبحاث دراسات ماجستير ودكتوراه على الحجامة ويمكن أما نقول اتخذت في الحجامة جايزة نوبل عام 98 لازم الناس تفهم طب ازاي واحد يقول ازاي الحجامة احنا ما سمعناش ان الحجامة حد اخذ جايزة نوبل في الطب في الحجامة نقول لا الدكتور روبرت فروتشيغوت الأمريكي الجنسية حصل على جايزة نوبل انه عارف بتشريط الجلد بتطلع انزيمات ثلاثة اسمها نايتريك اوكسيدسين سيز انزيم أما طلعت دي كونتلي اوكسيد النايتريك اللي هو المعجز اللي هو كلها يجي ويقولك احسن حاجة بتعالج الوخم والتعب والكسل وال ايه اوكسيد النايتريك بدل ما قديل الواحد عن طريق ارسو عن طريق دواء دا انا اعمل له بس تشريط خفيف في سطح الجلد في اماكن معينة المريض يقولك بعد الحجامة الله انا بشعر براحة وارتياح حاسس ب بس دلوقتي في مشكلة بعض الناس يجي ويقولك انا هعمل حجامة كل اسبوع وتلاقيه بيقنع العيان يعني هما يعني نقول ربنا يهدينا وهديهم جميعا اغلبهم من غير الاطباء يروح له المريض يعني هو طبعا يكلمه انها سنة نبوية وهو كذلك احنا مؤمنين ولكن المريض يقوله طب اجي كل اديها دكتور طبعا يقوله اديها دكتور مجازا بس اجي كل اديها شيخ اجي كل اديها استاذ يقوله تجي لي كل اسبوع نعمل لك مرح جامع المشكلة هنا ان كرات الدم الحمراء كرات ما بتنقسمش وانا بقول كرات ليه علشان هي مش خلية كل خلايا الجسم الانسان بيحصل عليها ما يعرف بالانقسام عدا هذه الكرية وانا بسميها الكرية مش الخلية وذلك احيانا في امتحان الشافة ونسأل الطلبة بتوعنا في سنة اولى نقوله ها خلية الدم الحمراء فاذا اقر ان هي خلية نقوله لا انت كده مخطئ فاحنا نقول لا بتقعد بتعيش الكرة الدم الحمراء دي مية وعشرين يوم مية وعشرين يوم يعني ايه لو انا خدت شوية الدم دلوقتي من جسم العيان ما بيتعوضوش بسرعة ده بياخد اربع شهور على ما الدم يرجع يتعاد فاحنا ما بناخد له حتى كمية بسيطة بس كل شهر بندي للفرصة للجسم انه يبني هذه الكرات الدم من جديد لكن احنا لو بدأنا ناخد كل اسبوع كل اسبوعين كل ثلاثة اسابية بنجهد الجسم واحيانا المريض يقولك والله من ساعة ما عملت الحجامة بالطريقة الفلانية جالي انيميا حد بدأنا معنا اتصالات معنا نقول السلام عليكم الحجامة اتفضل يا اختي الحمد لله رب العالمين بنتنا في علمك ان شاء الله ربنا يوسع عليك يا رب ربنا يكرمك الله يبارك فيك اتفضل انا حضرتك اساسا كنت جايبة الكلم بتاع حضرتك وكنت بتعالج منه بس يعني مش عارف ربت مرة كلمين او تناتة من الشرع وحلمين فانا بجيب من السعودية دلوقتي فدلوقتي انا عملت عملية تركيب مصر في رغبتي ايوه فقالوا لازم تعمل العملية التانية وانا لسه اروح لطبيب برضو بعد بكرة ان شاء الله نعم يوم التلاتة بإذن الرحمية يعني انت غيرت مفصل رجبة اه اه غيرت مفصل بس في الوقت حضرتك مطرح من اول الخياطة كده حضرتك فيه تنميل جامل نعم او تنميل فمش عارفة ده من ايه ويعني انا بقى لي عشرة شوء بالضبط تعمل العملية دي ايوه عملت علاج طبيعي ايه حجمونا لا ما عملتش هو الدكتور قال لي وقال لي تعملي يعني لانك رفع رجلك وتنزجيها ونعسيه يعني يعني تبالين كده في البيت نعم طيب فانا صراحة انا كبيرا انا عندي روماتيز نعم جسم كل يعني عندما باخدش الدواء المسكن حيثك ما بقدرش انام ما بقدرش امش فهو المشكلة ربنا اشفيك وعفيك التنميل مكان الخياطة بتاعت العملية طيب حاضر اجاوبك بإذن الله ربنا اشفيك وعفيك معانا اختنا امت الله فضلي سلام عليك عليكم السلام احراركاتو الله يبارك فيك انا عندي السؤالي بس السؤال هتقاله مش في الاختقاف قوي نعم دي حاجة تفيني جدا ايه انا انا نفسيتي تعبان اول دكتور نعم يعني بحيث يعني عندي وسواسة كده حاسة ان هي بتقرب من ديني تاني عايزة وحضرتك بتقول لي اسم دكتور رباني نعم او شيخ رباني برضو نعم اشوف ايه اللي فيه ده باني انا على طوع يعني مش مع الصرف اي حاجة لا يعني طب يعني انت بتحسي بوسواس في العبادات ولا بوسواس في لا لا مش في العبادات بس صوت عايزي يقرب من ديني وانا بتنسيك وما بنتقش ولا كلمة بس بس خايف قوي قوي نعم طب انا بس معلش عشان مش معقولة نقول الارقام وتليفونات على الهواء حضرتك اه حضرتك هتسيبي رقم تليفونك في الكنترول اللي هو اللي انا بتكلم منه ده ايو ايو بعد اما تقفل معايا تكلميهم هم اتسمى ليهم رقم التليفون ان شاء الله اقول لكم ده الرقم بتاع اما طلناه بقوش اذا بذول الدكتور امير ان شاء الله ربنا يفضل رقبي رقبتي الشمال اي اجي انزل عالسلم ببقى ماشي عادي واجي انزل عندنا الدور اللي جيت عندي فيه اللي متنجز الاي بقيت حاجة زي ما كنت شد اي يعني حاجة من انا هقع حاضر اقول لك بإذن الله ربنا يكرمي وانت البدنك هينزع عشان اتسمع اه لا انت هتتبع بقى الحلقة يوم السابت ان شاء الله السابت الجيدة بإذن الله اه بإذن الله والحلقة الساعة ثلاثة بتكون ما بتنزع وان شاء الله تسمعي السؤال وتسمعي الإجابة طب يا ده الله الحكاية الحكاية جي أهم حاجة عندي لان خيط انا سبت جبيرة ربنا يديك الصحة يا حج ربنا يرضى عني طيب انا هجاوب بسرعة هناخد ام سيد ونجاوب على الأسئلة وبعدين نرجع على الأسئلة تاني السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم وبركاته زكي يا حج ام سيد انا ام شاهد ام شاهد اه ام شاهد من الجيزة ام شاهد اتفضل يا ام شاهد اهلا بيك دلوقتي يا دكتور انا ما بنامشي بالليل معلش يعني ما بقلي يجي خمس سنين عن الموضوع ده ما بنامشي بالليل خالص وعلى طول عقل الباطن شغال ليل نهار ما بيستنش حتى هنا نيمة بيفضل شغال لو راتنا نفوق حس انه هو خلاص هينفجر فيارت تدلني على اي حاجة يا رب يخليك ويبارك عملت حجامة يا مشاهد قبل كده لا ما عملتش صراحة هو ده الحل بإذن الله تعالى ربنا يكرمك اجاوبك ان شاء الله طيب بالنسبة لأختنا مونة عشان معيش وراء وراء ما جبتش وراء ما مش محضر ان انتم ما شاء الله يبقى فيه كده اسئلة كتير فانجاوب تلات اسئلة اختنا الحاجة مونة بتقول انا خبت استخدمت الجونت فليكس للمفصل ومرة واثنين وبعدين قالوا لي عملية وطبعا اكيد كان المفصل وصل لمرحلة وما فيش دكتور بيعمل عملية تغيير مفصل والمفصل يكون لسه فيه خشونة سواء بسيطة او متوسطة ده دليل ان المفصل كان متآكل تآكل شديد فاما اجرة العملية بتقول عندي دلوقتي تنميل في مكان الغرز يعني مكان العملية بقالها تسعة شهور وبتقول ما عملتش علاج طبيعي وهنا نبدأ نقول بقى فيه عتاب بسيط جد بيقول لاخوانا ده كاترة العظام سلزتنا في العظام نقول لابد في عندنا حاجة تسمى البروتوكول الدولي لعلاج مرضى تغيير المفاصل يعني بروتوكول دولي يعني اي واحد يغير مفصل لازم بيعمل علاج طبيعي من بعد ما يفوق من البنج يعني انا كنت يمكن رسالة الدكتورة بتاعتي على تغيير مفصل الرجل فالواحد مجرب ما يفتح عينه من البنج محتاج دكتور لعلاج الطبيعي جانبه ان هدف العملية ايه هو تاني وفرد المفصل هدف العملية تقوية عضلات الفاغ ان واحد مريض كان بيمشي والرجل مقوسة وماشي ألمه برحة وربنا سبحانه وتعالى من عليه بنعمة مفصل جديد معدن عمال يتحرك مفوش وجع بس هنا اللي بيقابلنا ايه ان الجلد لو تخيط وما بقدقناش نعمل عليه عملية مرونة يعني نتني ورفتل في المفصل في نقول في الايام الاولى من الجراحة بيبقى صعب ان الجلد بيلتقم في وضع نقول عليه في وضع مجدود اما تيجي بعد كده نحرك المفصل بيبقى فيه عليها شاد احيانا المشرة بتاع الجراح هو بيفتح بيقطع بعض النهايات العصبية اللي بتعمل تنميل واحيانا بيكون المريض ما خدش التوعية الكافية ان لو حاس ان المفصل دافي شوية لازم يجيب اربط مياه متلجة ما فيش هنا سخنة بقى اربط مياه متلجة ويحطها على المفصل لازم يتني في حدود القلم المتاح لازم يشد الرجبة ويفردها ان الهدف هو انه اوصل لمرحلة بيسموها الفرد التام يعني ما قبلش كده تبقى رجبتي متنية سنة لو متنية سنة انا عامل عملية تغيير مفصل رجبة يبقى انا كأن ما عملتهاش فبنقول لاختنا ان شاء الله تبدأي تعملي علاج طبيعي يا حجم هنا وبفضل الله هيروح التنميل بعد العلاج الطبيعي اختنا الاستاذة مايو هبتسأل بتقول انا عندي مشكلتين مشكلة يا عايزة دكتور يعني رباني كلمها في الجزء النفسي وبتقول عندي مشكلة تانية ان ركبي هل جوينت فليكس ينفع بقول اه طبعا ينفع ولكن مع الجوينت فليكس مفروض نعمل تمرينات هذه التمرينات تسمى تمرينات تقوية لعضلات الفخد عضلات الفخد هي اللي شيلانة يعني الرجبة العضم على العضم كويس بس في عضلة اللي بنسميها العضلة الامامية اللي هي مسكة صابونة الرجبة العضلة دي بتضعف نتيجة الخشونة نتيجة الالم وهقول لأختي حاجة معلومة طلوع السلم والنزول يعني عندنا في العلاج الطبيعي اما نيجي طالعين سلم وده من فضل ربنا ان ربنا يخلي رجبة بتقلم عن رجبة يعني فيه رجبة نسميها سليمة ورجبة تعبانة حتى لو اتنين فيهم خشونة نبص في الأشعة نجد واحدة فعلا حصل فيها تآكل شديد والتانية فيها خشونة متوسطة فبنقول فيه وحدة بتبقى سليمة اما اجيё اطلع السلم اطلع الاول بالسليمة وانزل وانا نزل انزل بالتعبانة يعني الرجل السليمة تطلع لفوق الاول وتيجي جنبها الرجل التعبانة وانا نازل انزل بالتعبانة الاول وبعدين السليمة نفتكر دي ويمكن يعني كنا نقولها بالانجليز اللي اتطلبه عندنا نقول good guys go to heaven good guys يعني نقول الرجال الكويسين الرجال الطيبين يذهبوا إلى الجنة إن الرجل الكويسة الجود اللي هي طيبة تذهب إلى الجنة وباد جايز جوتو هيل باد جايز اللي هم الرجال بقى السيئين المجرمين والعزو بالله يروحوا للجحيم فالجحيم بيبقى ضرك تحت إنما الجنة نسميها درجات العلا يبقى إيه الرجل اللي طالع الكويسة تطلع الأول والرجل التعبانة تنزل الأول يبقى دي ما ننساش المعلومة دي يا حجة مي أما أختنا أمو شادي بتقول أنا ما بنامش ودي مشكلة حقيقية مشكلة بتصيب كثير من ناس بيحصل عندهم اضطرابات نفسية شديدة بتقول مخي ما بيفصلش ودي حاجة بنقول عليها من أخطر الأشياء إن ربنا سبحانه وتعالى يقول هل جعلنا الليلة لباسة الليل نخليه للهدوء والراحة والنوم والاطمئنان أحيانا الناس تفضل صهرانة طول الليل واللي صهران بنقول فيه اتنين صهرانين واحد مهموم يعني عنده هم مش قادر وطعبه واحد تاني بيكون مريض مريض بيتقلم من ألم ممكن الإنسان المهموم بعد فترة تلاقي مخه ما بيبطلش هو مر مشكلة جامدة في حياته خلي التفكيره بمنصب على المشاكل اللي بيعيشها فما يجي ينام مش قادر زي ما قالت أختنا بالزابط مش قادر يفصل مش قادر يفصل ما بين الواقع اللي كان عايش فيه خلال اليوم وبالليل بقى انه يفصل ويرايح دماغه ويحط دماغه على المخدة وينام فبنقول ده يعد مشكلة ومشاكل اضطرابات النوم وده نوع من الاضطرابات النفسية ولكن نبشر أختنا ان الحجامة من الأشياء الطيبة جدا يريد تعملها مرة